اشتركوا في القناة فالعم يزيد يرحب بكم والف تحية أهديها لكم سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يضيفنا الكرام العم يزيد يرحب بكم والف تحية يهديها لكم لالالالالا جيتنا برضاكم لبيت دعوانا واحنا يبلغاكم مقلبنا فرحانا فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم جيتنا برضاكم لفيت دعوانا واحنا يبلغاكم أقلبنا فرحانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم لا 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 ما أحلى رؤياكم منورتها يا أحبابنا إن شاء الله يهنا بالكم في ذلي لمعانا خلع عم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم ما أحلى رؤياكم منورتها يا أحبابنا إن شاء الله يهنى بالكم في ذلي لمعانا العم يزير يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم شكرا 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 أحبائي النبي صلى الله عليه وسلم وصانا على سابع على من شكوري قالت كلمة مننا سمعتها شكور على تعالي تعالي الشطرار وحي جيبوها تعالي بنتي قبل ما نكمل سؤال كانت جاوبة ولدنا والله العظيم غير والله ولدنا أنا نقول دائما 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 إلا نجح ولدنا نجح نحن إلا ولدنا ما نجحوش إحنا اللي أخفقنا والله ولدنا ما دخام يحب العلم يحب الأخلاق يحب يفرحوا يحب يلعبوا وإحنا الدور تعنا كأولياء لرجل إعلام الدور تعنا أننا نعطوهم أحسن قدوة ونربيهم على القيم على القيم تعنا بنتي واسمك؟ إشراق واسمك؟ إشراق إشراق الله يبارك الله يبارك بنتي إذن النبي وصنا على سابع الجار وصنا على الجار يا أحبائي عمو يزيد يقول أصرف على الجار الأذى الجار قبل الدار ناس بكري يقوله حنا تربينا كامل مع جيراننا نحبوهم يحبونا ما تقدرش تنام شبعان وجارك جوعان يا أحبائي إذن الجار لازم نحبوه ونقدروه إذن الجار أعطي لهذه chaque الله يبارك إذن رامي رعي برنامج مع عمو يزيد رعي حسة عمو يزيد يهديك هذه الهدية إن شاء الله تسفدي بها إن شاء الله إن شاء الله ابنتي تفضلي 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 يا أطفال إذن الجار تغنوا كامل معايا جاري يا جاري مختار يلا معايا الجار جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجيوان جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجيوان جاري يا جاري مختار كيف غبت عن الحنظار حالك أحسن طم مني قل لي قل لي ما الأخبار حالك أحسن طم مني قل لي قل لي ما الأخبار جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجيوان جاري يا أحلى الجيران ربي أوصى ولا عدنان أن أسأل عنك دوما هل أكلت أم جوعان أن أسأل عنك دوما هل أكلت أم جوعان جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجيوان قل لي يا جاري مختار قل لي كيف أهل الدار جاري ما حال الأولاد عيد أمتنا قد عاد جاري ما حال الأولاد عيد أمتنا قد عاد جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجيوان جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجيوان شكرا 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 جاري يا جاري مختار جاري يا جاري مختار واجب علي أن أسألنا عنك دوما هل أكلت أم جوعان يا أحبائي الجار مهم 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 جدا تحبوا الكراسة تحبوا الكراسة شوفوا عم يزيد كيفاش يغني على الكراسة قل فيها كراسة كراسة ما تحملين إلا علوما وحساب أدبا ودين كراسة كراسة إذ تفتحين قلمي يحن للكتاب بعد حين تغنوا معي كراسة يلا كامل كراسة كراسة ما تحملين إلا علوما وحساب أدبا ودين كراسة كراسة إذ تفتحين قلمي يحن للكتاب بعد حين غلفتك لونا يليق أحمر وجعلت اسمي فوقه يظهر بحفاظتي هي بيتك كراسة شوقي إليك دائما بيحضر كراسة كراسة ما تحملين إلا علوما وحساب أدبا ودين كراسة كراسة إذ تفتحين قلمي يحن للكتاب بعد حين كراسة كراسة عامي بدا أشتاق لي أن أكتب درس الغدى فمعلمي هو يشرح درس الغدى بيأمر أن نكتب كل مفردى كراسة كراسة ما تحملين إلا علوما وحساب أدبا ودين كراسة كراسة إذ تفتحين قلمي يحن للكتاب بعد حين فيك كتبت أدروسي معلوماتي عن كل علم أقتدي به في حياتي من أول صفحاتك للتاليات تبقين أنسي مرجعي في مآتي كراسة كراسة ما تحملين إلا علوما وحساب أدبا ودين كراسة كراسة إذ تفتحين قلمي يحن للكتاب بعد حين كراسة حتى وعامي قد مضى تبقين في خسنتي طول المدى عندي إذا طالت زمان أفتحه صفحاتك لأذكرا يوما غدا كراسة كراسة ما تحملي إلا علوما وحساب أدبا ودين كراسة كراسة إذ تفتحين قلمي يحن للكتاب بعد حين شكرا 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 يا أطفال كراسة كراسة ما تحملين شفتوا المقطع الأخير كراسة حتى وإن عامي مضى تبقينا في خسنتي طول المدى يا أحبائي كان واحد الظاهرة وكننا نتكلم عليها هي الظاهرة في نهاية العام المدرسي الأطفال والأبن ما نقولش كامل يقطعوا الكاراريس ويرموهم وكامل كل رأس ما درناولوا بالعكس عم يزيد والله غير محتافظ بالكاراريس تعليق ابتدائي ما زالت عندي نحب نفتحها نشوف الكتابة كيفاش كنت نكتب كيفاش كنت نقرأ إذن يا أحبائي أحتفظوا بالكاراريس ولكن على الأقل ما تقطعوهاش في نهاية العام وترموها هذا علم يا أخي هذا وعد هذا وعد إذن نحتفظ بالكراس كراستي حتى وإن عامي قد مضى تبقينا في خسنتي طول المدى يا أخي أحبائي أروح صالح واش حبي تقولنا تعالى صالح بيقولكم حاجة يعني أحد الجبان وإن أحد الجبان معا أحد الجبان أحد الجبان جيبوا أحد الجبان صالح أروح أروح هبطوه أختر الشمس عليه تعالى أروح نسلوها ديروه في الضل منا أوكي ديروه صالح في الضل ديروه في الضل شوفوا معلش تقعد هنا الشمس صالح الشمس عليك معلش لا 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 معلش معلش خلوه خلوه معلش أحبائي شكول يقدر يقول لي وش هو الاحترام الاحترام نقدر نجاوبنا على بلكم بلي الاحترام هو حاجة بسيطة بسيطة باش المجتمع يعيش مرتاح الاحترام حاجة سهلة كيما تحب الناس تعاملك انت تعامل الناس المعاملة بالمثل فقط تحب الناس يكونوا لطاف معاك نازم تكون لطيف تحب يكون يحترموك لازم تحترمهم تحب الناس ما تعيتش في الليل في الحومة انت ما لازمش تعيت في الحومة لازم كي تخرج تلقي السلام على جارك تحب جارك يلقي عليك السلام تلقي عليه السلام يعني يا أحبائي المجتمع معادلة بسيطة 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 لازم نتعايش في المجتمع الاحترام في الأغنية هذه أغنية الاحترام عمه يزيد ده لكم أغنية فيها حوار الطفل والولد انتاعه يقولوا يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام الأب يجعب وتفتعه يقولوا يا ابني يا ابني في سنتنا والإسلام يقولوا لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابه أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا يا أحبائي لما نقصدوا البيوت البيوت عندها حرمة لازم دائما الإذن دائما دق دق في الباب حتى يعطوك الإذن كين حاجة أخرى لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما لازم الإنسان ينتظر الدور تعه في كل شيء يا أخي أحبائي إذن كامل معي يا أبتاه قل لي معنى الاحترام يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام يا ابني ثامانا في سنتنا والإسلام لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي فمريض يشكو ألم وعجوز نامت وصابي لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي فمريض يشكو ألم وعجوز نامت وصابي يا أبتاه يا أبتاه يا أبتاه يا أبتاه يا أبتاه في سنتنا والإسلام هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة وتحلى بالإحترام رجلا يكبر كاسم هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة وتحلى بالإحترام رجلا يكبر كاسم يا أبتاه يا أبتاه ولي معنى الاحترام يا ابني فامعنا في سنتنا والإسلام لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلمة لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلمة يا أبتاه يا أبتاه ولي معنى الاحترام يا أبني فامعنا في سنتنا والإسلام لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا يا أبتاه يا أبتاه ولي معنى الاحترام يا أبني فامعنا في سنتنا والإسلام شكراً 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 وراء جدتك الجدة وراء ما هيش معك هنا هنا الجدة جيت معا جداتك تاني الله يبارك شكراً تاني شكراً شكراً على بلكم عمو يزيد لكم أغنية جدتي الله يبارك مرحبا بك مرحبا بك الحجة مرحبا بكم كامل عمو يزيد لكم أغنية جدتي كان واحد المقطع أنا نحبه في الأغنية إلا لاحظته في الأغنية هو المقطع الوحيد اللي يتعاوزه جمعات واش نقول فيه لأن الطفل كوالديه يزيروا عليه شوية بالعقوبة تقرأ ولازم تدير واني روح يتخبى عن جداته لأن جداته تفشوا نقول فيها الجد كذلك سمحونا الجد كذلك أنا شخصيا تربيت مع جدي وجداتي والله حب آخر يعني الوالدين عندهم مكانة حم ولكن الجد والجدة عندهم مكانة أخرى عمو يزيد يقول فيها برغم كل مشاكستي ضوضاء لعبي ومشاغبتي تحسنين معاملتي بهدوء وحكمتي إذن الجدة تقدس يا أحبائي عمو يزيد لداد لها هذه الأغنية جدتي جدتي أنت سر بسمتي تغنوا معايا جدتي جدتي أنت سر بسمتي رؤياك بهجاتي يا سعدي وفرحاتي سهلا يلا كامل معايا جدتي أنت سر بسمتي رؤياك بهجاتي رؤياك بهجاتي يا سعدي وفرحاتي جداتي جداتي أنتي سر بسمتي رأيك بهجاتي يا سعدي وفرحاتي بالحب الصاف تكنيلي وتزيدينك تدليلي وكم فصلاتك تدعيلي بالخير والبركاتي جداتي جداتي أنتي سر بسمتي رؤياك بهجاتي يا سعدي وفرحاتي برغم كل مشاكسة في ضوضاء لعب مشاغبتي برغم كل مشاكسة في ضوضاء لعب مشاغبتي فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي برغم كل مشاكسة في ضوضاء لعب مشاغبتي برغم كل مشاكسة في ضوضاء لعب مشاغبتي فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي جداتي جداتي أنتي سر بسمتي رؤياك بهجاتي يا سعدي وفرحاتي موسيقى موسيقى وحبك حبا لا يفنى وفي حضنك أنا كم أهنا وحبك حبا لا يفنى وفي حضنك أنا كم أهنا موسيقى جداتي جداتي أنتي سر بسمتي رؤياك بهجاتي يا سعدي وفرحاتي موسيقى جداتي جداتي أنتي سر بسمتي رؤياك بهجاتي يا سعدي وفرحاتي موسيقى جداتي جداتي أنتي سر بسمتي رؤياك بهجاتي يا سعدي وفرحاتي موسيقى موسيقى شكراً أعطونا تحية للجدة والجد مفضلكم تحية وزغاريد الله يبارك الله يبارك يا أحبائي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام على بلكم يا أحبائي قبل نزول الدعوة كانت قريش تلقبه بلقبين شكول يعرفهم كانوا عندوا لقبين معروف بهم كان وكان شكول لقبين تعالى 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 طلعوا 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 تعالى 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 أحبائي أحبائي كانت كانت قريش تلقب رسول الله صلى الله عليه وسلم ب لقبين ب لقبين وش هما صادق الأمين الصادق الأمين برافو برافو واسمك ولدي محمد رايين عايت اسمه طويل شوية لا لا واسمك محمد رايين عايت سعنا كيف نعياطوك ما قد أن نعيه أو ما هذا كيف رايين عايت لا لا واحد رايين عايت كيف سعياطوك كيف سعياطوك كيف سعيطوك رايين لا عايت رايين 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 عمو يزيدي حبي يتقصر شوية برق اذا رايين وليدي برافو وشمسانة تدرس ريان خامسة تقرمليح نعم شحاجبت معدل تسعة فاصل وثلاثي واو تسفق عليه تسعة فاصل وثلاثين عن جدارة يعني أعطيه الهدية تعو أعطيه الهدية تعو أعطيه الهدية تعو شكرا 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 ريان شركة شمس مهبول رائعي هذا البرنامج وهذا الحفل يعطيك هذه الهدية المتواضعة إن شاء الله تستفد بها وليدي إن شاء الله شكرا شكرا تفضل إذن الصادق الأمين أعبركم على شعمو يزيد سقساكم على الصادق الأمين درت لكم أغنية أغنية الأمانة نقول فيها أنا طفل أمين أصون الأمانة هي علي يدين عندي تبقى مصانة أحبائي تحبوا الأمانة إذن لازم نصون الأمانة كما الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصادق الأمين أي وحد كان يخلي عنده أي أمانة يروح وينساها كامل يرجع يسيبها إذن رايحين كامل تغنوا معي أنا طفل أمين أصون الأمانة أنا طفل أمين أحفاظ الأمانة هي علي يدين عندي تبقى مصانة أنا طفل أمين أحفاظ الأمانة هي علي يدين عندي تبقى مصانة عندي تبقى مصانة الأمانة أصورها إن جاءني صاحبها سالمة وكاملة أردها لأهلها أمانة أصورها إن جاءني صاحبها سالمة وكاملة أردها لأهلها أنا طفل أمين أحفاظ الأمانة هي علي يدين عندي تبقى مصانة عندي تبقى مصانة 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 الحق لا الحق لا تبيع والسر لا تبيع كل من أبنني هل أن أقول أنا بسل أمين أحفاظ الأمانة هي علي يدين عندي تبقى مصانة عندي تبقى مصانة 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 دعانا رب العالمين وكذا ناب الأمين بالصدق والأمانة لمن له حق wanna ودين دعانا رب العالمين وكذا ناب الأمين بالصدق والأمانة لمن له حق storytelling ودين أنا طفل أمين أحفاظ الأمانة هي علي يدين عندي تبقى مصانة عندي تبقى مصانة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا تحزنوا حنال ودعي أصدقاء كل الأياد في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم سنعودوا في موعد جديد لا ننساكم أحببناكم سنعودوا في موعد جديد أشكر عمو يزيد على هذا الحفل التكريمي شكرا عمو يزيد شكرا عمو يزيد بكل حب وصوره أحب عمو يزيد أحب الأغاني تاعه ودي تمرغي على جاله شكرا أحبك عمو يزيد نشكر عمو يزيد على هذه التظاهرة من سميم القلب عمو يزيد يعني بدون شك رح سكن في قلوب الجزائريين الجزائريين كامل يحبوه وهذا طبيعة الحال لنتيجة مجهوداته الجبارة شكرا لكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نشكر عمو يزيد على هذا الحفل وقناة شرق السلام عليكم نشكر قناة شرق تيفي ومدير شرق تيفي نشكر الفنان عمو يزيد نشكر عمو يزيد على المبادرة هذه اللي جالينا وماذا بياه فاني إن شاء الله في أيام القادمة يجد يكون حفلات كما هذه ونشكر فاني جمعية أحباب العمارية هذه اللي جديدة وشكر والله كل شكر موصول عمو يزيد ومؤسسة شروق الإعلامية على الحفل الخيري هذا لفائدة الأطفال بمناسبة العطلة الربيعية نشكر كل القائمين نشكر من السلطات المحلية وكل من ساهم في هذا الحفل لفائدة هؤلاء الأطفال ونتمنى أن تكون الزيارة أن لا تكون الزيارة الأخيرة لعمو يزيد لمنطقة شهداء منطقتها العمارية كما أخص بالذكر شكر الجزيل لجمعية أحباب العمارية الجمعية الفتية التي هي دوما في الريادة بنشاطتها بثقافتها التي ساهمت في نشر التوعية بين جميع الأفراد من شباب وأطفال وشيوخ إن شاء الله تكون لنا إطلالة أخرى ولمسات ثقافية أخرى في الميدان وتكون لمؤسسة الشروق النصيب الأكبر في إسهامتها في هذه الحفلات ترجمة نانسي قنقر